ثقافة البتاع طبعا وانا في حالة الهايبوغلاسيميا بتاعت رمضان بقول لسيف ابني نويني البتاع ده من عندك قال لي بتاع ايه يا ماما؟ قطول البتاع ده وفعلا مخي مش قادر يجمع اسم الحاجة اللي بشوير له عليها فسيف قال لي على فكرة يا ماما من اكتر الكلمات اللي انتي وبابا بتكرروها هي كلمة بتاعها الغريب بقى انتو بتفهموا بعض انتو قولي له البتاع ده مش كذا 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 وهو يعني فاهم ومتجاوب معاكي وهو يقول لك حاجة شبيهة وبرضو فيها كلمة بتاع وبرضو متجاوب معاكي بصراحة الموقف ده خلاني النهار ده قلت ايه؟ لا لا انا مش هبقى عايشة في ثقافة البتاع انا لازم ادور فالمهم قعدت ده عبست على كلمة بتاع ايه معناها يا طرع يعني بقيت مش عارفة يعني فتحت الانترنت ودورت على معجم من المعجم اللي هي اونلاين ودورت على المصدر اللي هو بتاع عين بتاع بتاع ايه حاجة وبعدين طلعت بقى النتائج يعني اول حاجة ان هي لما الرقبة بتاعة البني ادم تبقى طويلة وقوية وممتلئة فيبقى بتاع او بتعة ده المؤنف وفعلا افتكرت ان احنا عندنا اسم من زمان كنا بنتحك عليه اللي هو يا بتعة فواضح ان ده سمة من الجمال والقوة يعني حاجة كده يعني ايه زي رقبة دوين ذا راك او رقبة وردة لما كانوا عبهاتنا واجدادنا بيقولوا على وردة وهي واقفة بتغني على المصرح رقبتها طويلة ومليانة كده طيب ماشي اوكي ايه تاني طلع ان كمان النبيض بتاع العسل اسمه بتع العسل يعني عمل النبيض بتاعه والبيع بتاع النبيض بتاع العسل اسمه بتاع طب يعني كلها معاني غريبة ان احنا ان هي تبقى موجودة في ثقافتنا وموجودة ان احنا نقولها مثلا ايه والله الحاجة بتاعت الحاجة التانية يعني يعني استخدمناها كمان عشان ننسب حاجة لحاجة او كمان استخدمناها اسم اشارة ان احنا نشاور ده ودي وكلام ده بس انتوا عارفين بقى يعني الافكار بتبقى عاملة كده زي الشبكة كده فكرة تودي الفكرة تودي الفكرة وفي الاخر تلاقي نفسك بعيد خالص عن الفكرة الاساسية فده خلاني افكر طب هما الناس اللي بيتكلموا بثقة وتلاقيهم ما بيتقتقوش وتلاقيهم مش محتارين في انهم ينقوا الكلام ده ازاي خصوصا ان ده مهم لنا احنا ان احنا يكون عندنا مهارات تواصل عالية وقدرة على ان احنا نشرح ونوضح اللي احنا او اللي احنا عايزين نوصله او الفكرة اللي احنا بنتكلم عنها فلقيت ان في حاجات كده معينة في الناس اللي هي الطاليقة الالكوانت دول اول حاجة وثمة مشتركة فيهم انهم بيقروا كتير والقراية مش شرط ان هو بيمسك كتاب ويعود يقراه ممكن يكون بيسمع كتب اوديو ممكن يكون بيسمع محاضرات ممكن يكون يعني بيتلقى الثقافة المخزون المعرفي بتاعه تاري والمخزون المعرفي ده لازم ييجي عن طريق ان احنا نتعلم من ناس آخرين وهكذا والفكرة دي بقى قدتني طيب انا تعلمت من فلان وفلان اتعلم من فلان وفلان اتعلم من فلان وهكذا وكلنا في الآخر وصلنا لآدم هو مين علم آدم فجات الإجابة سريعة جدا جدا وعلم آدم الأسماء كلها أول حاجة عملها ربنا سبحانه وتعالى بعد ما خلق آدم ان هو علمه الأسماء ان بقى كل شيء موجود في حياته له اسم وتطورت العملية دية ان الأسماء ما بقتش بس بتشمل حاجات جامدة قدامنا كرسي شجرة ترابيزة صخرة رملة بحر سماء لا دي بقت كمان حاجات غير ملموسة بقت أحاسيس أنا زعلان أنا فرحان أنا متدايق أنا مخنوق أنا مصرور أنا سعيد يعني دلوقتي دلوقتي وأنا بتكلم معاكم فكرت كده فرحان ومصرور وسعيد ثلاث كلمات يمكن إحنا العامة نتخيل إن هي نفس الحاجة مرتبطة بالسعادة طب ما وفيه سعادة وفرح وسرور بس يعني كل كلمة بتدي كده حاجة مختلفة جوة البني آدم أنا لما بسمع كلمة سعادة بحس إن هي إيه كلمة ستيبل كده كلمة سرور بحس إنه موقف لطيف سوف تناعم خلى الواحد يبتسم لما بسمع كلمة فرح بحس إنه هو حاجة كده يعني مشاعر جياشة مفرطة تخلي الواحد مزقطط وفرحان وقعد عمال يتنطط يعني سبحان الله يعني بيقولوا في الأصل كانت الكلمة وإحنا حياتنا كلها كلام كلام في كلام في كلام في كلام مع أزواجنا وزوجاتنا حياتنا بتتمحور حوالين الكلام اللي بنقوله البعض والكلام ده ممكن يكون طلبات ممكن يكون نقد لاذع ممكن يكون مشاعر جميلة حلوة بنعبر عنها حتى مع أبأنا وأمهاتنا حتى مع الناس في الشارع أنت لما بتتدايق من حد كسر عليك ولا عمل حاجة في الشارع وإنت سايق بتعمل إيه؟ بتعبر عن كل حاجة بالكلام ففي الأصل كانت الكلمة يعني إحنا أصلنا كلمة ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب يخلق حاجة بيقول لها كن فيكون بيقول بس بالأمر كلمة وده خلاني أفكر يعني في أهمية الكلام في حياتنا ونرجع تاني للناس اللي هي قوية ومحاورين ومتحدثين وعندهم طلاقة في الحوار فيبقى أول حاجة وصلت لها هي المخزون المعرفي المخزون المعرفي اللي هم عملوه من خلال الإراية والسماع وتلقي المعارف والعلوم والحكمة من الآخرين الحاجة التانية كمان هي الفرق السرعة مخينا له سرعة ولساننا له سرعة وكلنا مش عندنا نفس الفرق في السرعة ده يعني أنا لما بكون مستعدة لبرزنتيشن ومجهزة نفسي وبتبقى أفكاري حضرة في دماغي بيبقى سرعتي سرعة مخي نفس سرعة لساني فما بتأتأش ما بتلجلجش لكن لما ببقى في فترة أو في موقف برتجل زي دلوقتي أنا لما عملت تخريف صيام كنت مصرة أنها تكون ارتجال لكون كتبة ولكون مجهزة ولكون عاملة أي حاجة مجرد أني بتكلم معاكو بكل الأفكار اللي بتيجي في بالي حتى ولو في النهاية تطلع تخريفة من التخريف عشان كده بلاقي نفسي يعني متعثرة في أن أنا أجد الكلمات بفكر كده على الواقف يا طرق أقولها لغة عربية ولا أقولها ولا تطلع إنجليزي ولا تطلع إيه ما عرفش فلما يبقى فيه فرق السرعات ده بين المخ واللسان لازم يعني يطلع الحاجات دي الحاجة الأخيرة هي ثقة بالنفس أعرف سيدة محترمة جدا جدا ومثقفة جدا جدا وثقافتها عالية جدا 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 وسيدة أخرى برضو على نفس القصة من الثقافة الاتنين لما كانوا يعودوا في اجتماع ويتحوروا ألاقي واحدة يعني مترددة جدا إنها تتكلم بس لما بيحصل إنها بتاخد القرار وبتتشجع وإنها بتتكلم بيطلع منها أحلى كلام وبيطلع منها أحسن أفكار التانية متحدثة على طول عايزة تتكلم على طول وتتكلم 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 أحيانا تقول كلام كويس وأحيانا كلام نصكم وأحيانا حاجات فيها مبالغة وأحيانا فيها حاجات غلط وأحيانا تقول معلومة مش متأكدة منها وهكذا لما اتكلمت مع السيدة اللي هي قليلة الكلام فسألتها قلت لها أنت قليلة الكلام في مواقف معينة لكن لما بتبقي وسط ناس تانية يعني بتبقي منطلقة جدا مع أن يعني أنت هنا هو أنت هنا ثقافتك هنا هي ثقافتك هنا قالت لي الثقة بالنفس في مواقف ببقى عندي ثقة بالنفس ملياني فبقدر أتكلم وأبقى على طبيعتي والكلام بييجي سالس وببقى مش خايفة أني أقول كلمة غلط أو أقول رأي غلط أو هكذا في مواقف تانية بتبقى ثقتي بالنفس كده إيه تحت خالص افتكرت السيدة دي النهار ده وأنا بفكر في موضوع الكلام ده وثقافة البتاع نحن يبقى في اجتماع وتلاقي شخص كده يعني مفروض أنه موزون ومفروض أنه مخ وكده بيشر علم يبقى متلاجلج مش لاقي الكلام اللي يشرح به افتكرت مشهد فؤاد المهندس الله يرحمه أنا بعز فؤاد المهندس جدا 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 يعني بشكل غير طبيعي وهو بيتكلم عن الخطابة في المسرحية بتاعت إنها حقا عائلة محترمة وبيتكلم على الخطبة بتاعته اللي ألقاها في حضور كوكسون باشا عن المسرة اللي هو التليفون وبيعدد ليه سمي بالمسرة عشان بتنقل أسرار وبتدخل السرور وهكذا واكتشفت إن الخطابة مفروض كل واحد فينا يتعلمها دي من المهارات الحياتية الأساسية في كتاب Outliers كتاب برضو من الكتب الحلوة جدا بيتكلم عن شخص يعني وهو طالب حاول إنه يقتل الدكتور بتاعه وشخص تاني كان أسكى واحد في العالم عمله اختبارات الزكاء وكان فعلا أسكى واحد في العالم وكان عايز ما يحضرش محاضرة عشان ظروفه القهرية وده قلقى كلمتين وده قال كلمتين اللي حاول قتل الدكتور بتاعه طلع منها أما أسكى واحد في العالم ما عارفش يجيب لنفسه من الدكتور بتاعه استيسنا إنه ما يحضرش محاضرة شفتوا بقى موضوع الخطابة ده مهمة قوي إزاي وإن إحنا نزود ثقافتنا مهمة جدا إزاي وده خلاني بقى فكرت طبعا إحنا في رمضان وأكيد لازم نقرأ قرآن ففكرت إن مش مشكلة إن إحنا نقرأ ونختم المصحف ونتباهى كده ونقعد نقول بيننا وبين بعض أنا بختم القرآن كل ثلاث أيام بقرف اليوم عشر أجزاء فعلا أعرف ناس ما شاء الله عليها فعلا كانت بتقدر تعمل الحكاية دي أو أنا ختمت المصحف مرتين في رمضان ده أو أهم حاجة ونت بتقرأ الكلمة كل كلمة في كل آية أنت فهمها ولا لأ أنت شايفة التشكيل الفتحة والكسرة والضمة ولا لأ لما بتعدي علينا كلمة مش عارفين معناها يا ترى بنروح ومن دعبس نعرف معناها ولا لأ طب لما بنشوف آية مكتوبة بنروح ندور كده ونشوف أسباب النزول بتاع الآية دي ولا أدين استخدمت كلمة بتاعها ثقافة بتاعها سبب نزول الآية سبب نزول الآية بنعرف ولا لأ مش عايزة أن احنا نوصل في الآخر أن احنا يا لك من ببغاء عقله فيه أذنيه أو كالحمار يحمله أسفارة خلينا المرة دي خلينا رمضان ده يكون هدفنا أن احنا مش كام مرة نختم المصحف يكون هدفنا أن احنا الآيات والثور اللي قرناها فهمناها ولا لأ يدرنا صح ولا دي تخريف رمضان ثقافة البتاع طبعا وأنا في حالة الخايبوغلاسيميا بتاعة رمضان بقول لسيف ابني نويني البتاع ده من عندك قال لي بتاع ايه يا ماما الطول بتاع ده وفعلا مخي مش قادر يجمع اسم الحاجة اللي بشوارله عليها فسيف قال لي على فكرة يا ماما